السلام عليكم مشاهدي قناة هل تعلم الكرام واحد من المواضيع المفضلة لدى الجميع هو الاشخاص غير العاديين لذلك نقدم لكم اليوم فيديو جديدا عن 11 شخصا غير عادي لن تصدق انهم موجودون حقا وفق لموسوعة جينس للارقام القياسية فانما سازو نوناكا الياباني هو اكبر معمر على الارض والذي احتفل مؤخرا بعيد ميلاده المئة واثني عشر ومع ذلك في انجوستيا في احدى مستوطنات مقاطعة جاغريس كوغ هذا السجل سيكون جاهزا للطعن فيه فهناك يعيش اباز ايليف والذي يثبت جواز سفره انه ولد في القرن الماضي يشير السجل الرسمي الى عام الف وثمانمائة وستة وتسعين وهو اخر شخص على قيد الحياة من القرن التاسع عشر الان هذا المعمر المدهش بعمر مائة واثنتين وعشرين سنة خلال حياته الطويلة قام اباز بتربية ثمانية ابناء وستين حفيدا وعشرات من ابناء الاحفاد اقارب الجد يقولون انه خجول من عمره ويعتقد ان الناس سيعتبرونه غشاشا لكن الحقيقة تتحدث عن نفسها واباز ايليف هو اكبر معمر على وجه الارض واقاربه يعتزمون تقديم طلب للحصول على استجل رسمية بيني وياكسينا هارلم ثنائي عائلة هارلم من نيويورك هو واحد من اكثر الثنائيات غرابة على المسرح الحديث الاب والابن لا يتوقفان عن ادهاش معجبيهم فهم يعملون كعارضين ويؤدون اغاني من تأليفهم الخاص بالاضافة الى ذلك بيني هارلم هو واحد من ابطال موسوعة الارقام القياسية جانس لان لديه تسريحة شعر يبلغ طوله 132 سنتيمترا انه امر مثير للفضول لكن الابنة ياكسينا لديها ايضا شعر رأس غير عادي وكأب حنون الرجل يعلم الفتاة ان لا تكون معقدة بسبب مظهر شعرها غير العادي ومن الجدير بالذكر ان اسرة هارلم غالبا ما ترفع صورها على الشبكات الاجتماعية والتي تصبح على الفور فيروسية وتنتشر على الانترنت بسرعة لا تصدق الرموش الطويلة هي حلم كل امرأة ومع ذلك وبالصدفة الغريبة يعود سجل اطول الرموش لرجل فالري سامجيلي صاحب اطول رموش بطول ثلاثة واربعة من عشرة سنتيمترا ويحتفظ صاحب السجل بسر نجاحه ملمحا فقط الى طعام خاص ورعاية خاصة الشيء الاكثر اثارة للاهتمام هو انه بعد تحقيقه للرقم القياسي العالمي لطول الرموش تخلص الرجل على الفور من هذه الرموش الطويلة وفقا لفالوري الرموش الطويلة هي كابوس حقيقي فهي تغطي باستمرار العينين ويتسبب في انزعاج حاد وتتدخل مع النوم الطبيعي ومع ذلك لا يزال الكثير من ممثل الجنس الناعم يلاحقون صاحب السجل العالمي لمحاولة معرفة سر تطويل الرموش سارفان سينغ سارفان سينغ هو كندي من اصل الهندي تمكن من تنمية لحيته لتصل الى طول مترين وتسعة واربعين سنتيمترا في الوقت الحالي هذا هو الرقم القياسي العالمي المطلق لطول شعر الوجه ويدعي الرجل انه لم يستخدم مطلقا اي من الكريمات او المواد الغذائية الاخرى التي تحفز نمو الشعر واللحية فانها نمت من نفسها وسارفان يعتقد بصدق انها هدية سماوية الرجل الذي كان يعاني من الفواق لمدة ثمانية وستين عاما هذه القصة المدهشة حدثت في عام الف وتسعمائة واثنين وعشرين في الولايات المتحدة الامريكية مع رجل يدعى شارليز اوسبورن ذات يوم حاول رجل رفع جثة خنزير معدة للتقطيع لكنه فقد وعيه فجأة وعندما استيقظ الرجل بدأت لديه حالة من الفواق لا يمكن السيطرة عليها لم ينقذ الرجل من هذه الحالة الطب التقليدي او حتى الطب البديل واستمر الرجل على هذه الحالة ثمانية وستين عاما تقريبا الشيء الاكثر اثارة للفضول هو انه خلال مرضه تمكن من العيش حياة طويلة والحصول على زوجة واطفال وعندما كان الرجل يحتفل بعيد ميلاده الخامس والتسعين توقف الفواق فجأة بفضل هذه الظاهرة التي لا يمكن تفسيرها اصبحت شارليز احد ابطال كتاب جينيس للارقام القياسية واحد اكثر الناس غرابة في العالم شان التابر يعتقد العديد من الرجال ان جميع النساء لديهم السنة طويلة لانهن يتحدثن كثيرا خاصة على الهاتف مع بعضهن لمناقشة اخر الاخبار بالطبع يبدو التعبير لسان طويل هنا مجازيا لكن بالنسبة الى شان التابر هو واقع حقيقي للغاية وهي صاحبة اطول لسان في العالم بطول يصل الى عشرة سنتيمترات ولأول مرة لفتت شان ال الانتباه الى هذه الميزة من جسدها وهي في الثامنة من عمرها عندما كانت تلتقط صورة مع والدتها واعتقدوا انه من المضحك اخراج السنتهم الشيء الاكثر اثارة للاهتمام هو ان لسان شانيل كان تقريبا ضعف الطول بالمقارنة بلسان والدتها الفتاة الان فخورة جدا بانجازها غير العادي وتفاجئ اصدقائها بشكل دوري وتصل بلسانها بسهولة الى انفها هذه الفتاة المدهشة رائعة لحقيقة انها اخترت رياضة غير عادية الى حد ما لممثل الجنس اللطيف واصبحت الافضل فيها انيتا تمارس رفع الاذقال وهي بطلة مطلقة بين النساء بمجموع 500 كيلو جرام في ثلاث محاولات بالاضافة الى ذلك كانت انيتا قادرة على ان تصبح مشهورة بانجازات اخرى لا تقل اهمية على سبيل المثال تمكنت من ثاني خمس مقالي وحولتهم الى شكل انابيب خلال دقيقة بالاضافة الى ذلك رافعة الاذقال البولندية كانت قادرة على رفع فوق رأسها 12 رجلا بالغا لمدة دقيقتين الفتاة لن تتوقف عند هذا الحد وترغب في ان تستمر بمفاجأة معجبها بانجازات رياضية غير عادية ايرين ساول ايرين ساول راقصة امريكية من تانيسي ومع ذلك اصبحت الفتاة مشهورة ليس بسبب الرقص والاداء الذي لا تشوبه شائبة لكن بفضل الرقم القياسي العالمي لسباق الماراثون بحذاء الكعب العالي تغلبت ايرين على مسافة 42 كيلو مترا بحذاء ذي كعب طوله 8 سنتيمترات في مدة سبع ساعات وست واربعين دقيقة بعد ان اكملت ماراثونها الغير عادي اعربت البطلة عن امتنانها الصادق لاصدقائها الذين دعموها وللطقس المشمس على السمرة التي حصلت عليها كاي اندروود للأسف في عالمنا غالبا ما تكون هناك حالات يكون فيها الشخص مختلفا عن غيره من افراد المجتمع ويواجه صعوبات لا تصدق في الحياة وتسبب له الكثير من الازعاج واحدة من هذه الحالات هي كاي اندروود التي اصبحت مشهورة بكونها الشخص الوحيد في العالم الذي لا يستطيع الضحك لأسباب طبية على المرء فقط ان يجعلها تضحك وبالتالي ستسترخي عضلات الفتاة قسرا وتسقط على الارض كما لو انها انهارت بالاضافة الى ذلك فان كاي عرضة للنوم المفاجأ حتى عندما لا تكون ترغب في ذلك اول مرة لاحظت الفتاة هذه الحالة الغريبة بعد ان اخافها اخاها فجأة وفقدت وعيها لمدة خمس دقائق بعد ذلك في كل مرة تبدأ الفتاة بالضحك تسترخي عضلاتها من تلقاء نفسها وتسقط ومن الجدير بالذكر ان العلماء حاولوا عدة مرات مساعدة الفتاة ولكن حتى الان لا تزال جميع جهودهم بلا نتيجة الرجل صاحب اكبر اذنين الرجل النبيل هو الاسم الذي يطلق على اصحاب الاذان الكبيرة في منغوليا وبالنظر الى هذا الرجل العجوز المذهل يمكننا القول انه رجل نبيل جدا بعد كل شيء التقطت الصورة من قبل مصور مجهول في منغوليا لسوء الحظ ليس هناك تقريبا اي معلومات حول هذا الجد المدهش على الانترنت ولكن هذا لا ينتقص من تفرده بالاضافة الى ذلك اذا قرر اظهار اذنيه للعالم فان الفوز في هذا التخصص مضمون بالتأكيد له الاسترالي فالكس زيميجز هو بطل العالم المطلق في جمع مختلف الالغاز بما في ذلك مكعب الروبيك الشهير في الوقت الحالي الاسترالي البالغ من العمر 23 عاما يحمل استجلة القياسية في هذا المجال فقد جمع مكعب روبيك ثلاثة في ثلاثة خلال خمس ثوان فقط من المذهل ان الشاب حقق شهرته من خلال عمله الشاق وتدريبه المستمر فلمدة عشر سنوات خصص فيليكس ساعة واحدة على الاقل في اليوم لتطوير هوايته الان يشارك البطل بانتظام في المسابقات في هذا التخصص ويعرض قدراته الهائلة للجمهور والقضاء شكرا لكم على حصن المتابعة الى اللقاء شكرا لكم ايضا متابعة فيديوهاتنا السابقة جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم اشتركوا في القناة